اشتركوا في القناة المغربي والجزائرية بالفرحة التي عمتهما بعد فوز المنتخب الجزائرية بكثيف رقل الأمم الماضية في ميثرة مشيرا أن ذلك يؤكد قرب الشعوب لبعضها البعض وعرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونة خلال تطريحات على مثألة إغلاق الحدود الجزائرية المغربية مشيرا أن الحدود أغلقت نتيجة لرد فعله مشيرا أنها كانت المرة الثانية التي تغلق فيها مضيفا أن إغلاقها كان مؤلما أكثر من المرة الأولى موضحا أن فتحها بعد إغلاقها المرة الأولى كان نتيجة للقاء ثلاثي جمع الملك الحسن الثاني والعاهلة الثعودية فهد بن عبد العزيز والرئيس الجزائرية الشادلي بن جديد مستحدرا تطريحات الأخير الذي أكد خوفه من غلق الحدود لمرة ثانية وما سيجنيه ذلك على العلاقات التنائية بين المغرب والجزائر وأورد عبد المجيد تبون أن الاجتماع الثلاثي انتهى بالتعاهد بترك ملف الثحراء بيد الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية أنذاك مع عودة علاقات الأخوة والتبادل التجاري بين البلدين مضيفا أن ضرفية غلق الحدود كانت سيئة جدا بسبب اتهام الجزائر بالإرهاب واتهام دولة أوروبية لكل الجزائريين بالإرهاب استدعت الجزائر ثفيرها بجمهورية كوديفور لتشاور عقب فتح هذا البلد الإفريقية الصديق والحليف للمغرب قنصلية له في مدينة العيونة المغربية وقالت وزارة الخارجية الجزائرية مساء اليوم الخميس إن استدعاء الثفيرة الجزائرية يأتي أيضا ضد تصريحات مبطنة لوزير الشؤون الخارجية الإفوارية حسب تابيرها واعتبرت الخارجية الجزائرية أن قنصلية كوديفور بالسحراء المغربية تعد دربة للاتزام الجماعي للبلدان الإفريقية المؤسسة للاتحاد الإفريقي القادي بالتمسك بمبادئ المنظمة والعمل على تحقيق الأهداف المكرثة في العقد التأثيسية خاصة ما تعلق منها بدرورة الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب والدفاع عن الثيادة والوحدة الترابية واستقلال الدول الأعضاء وكان علي كوليبالي وزير الإندماج الإفريقي وإفوارية الخارج وجه رثاء الغير مسبوقة من مدينة العيونة إلى أعداء الوحدة الترابية للمملكة أكد فيها أن كوديفوار تتمتع بحرية القرارات وترفض جميع الإملاءات المتعلقة بتوجهها في العلاقات الدولية مضيفا أن فتح قنصلية عامة بالعيونة يعتبر قرارا ثيديا يتواذى مع قناعات كوديفوار الديبلوماثية المتجدرة في التاريخ وقال الوزير الإفواري في الندوة الصحفية التي جمعته بندره ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج في الأعراف الدبلوماسية لبلادنا لا نقبل تقديم الدروس والمواعد في السياسة ولا نقبل تدخل أطراف أخرى في قراراتنا السيادية مع دول حليفة كالمغرب في موقف من المرشح أن يؤدي إلى مزيد من التأذم في العلاقات بين المغرب والجزائر اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ما أثماه اللوبي المغربي بفرنسا بعرقلة تطور العلاقات بين الجزائر وباريز والحد من كل المبادرات خدمة لمصالح المغرب على حد رأيه وقال الرئيس الجزائري في حوار مع جريدة لوفيغارو الفرنسية نشرته اليوم الخميث خلال إجابتي حول رؤيته لمستقبل العلاقات بين بلاده وفرنسا وأجاب هناك واقع لا يمكن تجاهله وهو وجود لوبي يعرقل التقارب بين البلدين لصالح المغرب حيث يقوم هذا اللوبي بمعاكثة كل المبادرات التي تقدم عليها الجزائر أربحث بتعبيره واعتاد مسؤولون من الدرجة الثانية في المسؤولية في الجزائر إطلاق التصريحات المعادية للمملكة وكذا كيلو الاتهامات للمغرب بتحريك لوبيات في فرنسا لعرقلة تطور العلاقات التنائية بيذا أن الجديد فيها هذه المرة هو صدورها من المسؤول الأول في الدولة الجزائرية تصريحات واتهامات يرتقب أن تسهم في مزيد من التأذم والاحتقان في العلاقات بين الدولتين المغربيتين وتبعد أي مصالحة ممكنة كما تعمق الشرخ على المدى القثير خاصة أن هذه المواقف ستنضاف إلى مواقف سابقة أطلقها الرئيس الجزائرية حول موقفه من النزاع الإقليمي حول الصحراء حيث أكد تكرار ذات المواقف المعروفة لبلاده والمعادية لوحدة المملكة الترابية وأكد موقفه المتشدد من ملف الحدود المغلقة بين البلدين أتار قرار تأجيل عقد الدورة الخامسة للقمة العربية الإفريقية في العاصمة السعودية الرياضة التي كان من المقرار عقادها يوم الثالث عشر مارس المقبلة تثاؤلات حول السبب الحقيقي للقرار المفاجئة ويرتقب أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن التأجيل إلى موعد لاحق بعد أن يتم إشعار الدول الأعضاء بهذا القرار إلى حين الاتفاق على موعد آخر لانعقاد القمة العربية الإفريقية غير أن الأثباب غير واضحة حيث أكدت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر ديبلوماثية عربية أن القرار جاء بطلب من الاتحاد الإفريقية حتى يتثنى التحذير والإعداد لها بشكل جيد علما أن اجتماعات تحذيرية انعقدت في السعودية الشهر الماضي بين الجانبين العربي والإفريقية فيما تشير مصادر أخرى إلى أن السبب الحقيقي وراء الطلب الإفريقي هو أن جنوب إفريقيا ضغطت على الاتحاد الإفريقي لتأجيل القمة حتى يتثنى للدول المناثرة لجبهة البوليثاريو الإنفصالية بحث مخرج لتفادي الإحراج بسبب مشاركة وفدنا يمثل الإنفصاليين لأن أغلب الدول العربية تقف في صف المملكة المغربية وتؤيد معركتها للدفاع عن وحدتها الترابية وخوفا من أي تصدي عربي لمشاركة البوليثاريو التي تعاول على التأييد الجزائرية الجنوب الإفريقي تعرض الاتحاد الإفريقي لضغوطات دفعته إلى طلب التأجيل بعلة عدم التحضير الجيد لعقد القمة وتقود جنوب إفريقيا طيارا ضغطا داخل الاتحاد الإفريقي لأجل الدفع بالمصادقة على قرار يلثم الاتحاد على المشاركة في القممة والاجتماعات مع باقي الاتحادات أو التجمعات الدولية بجميع الأعضاء بما فيها البوليثاريو الإنفصالية ويدكر أن السعودية التي تقام على أرضها هذه القمة ترفض الاعتراف بالجبهة الإنفصالية وكان من المتوقع أن ترفض مشاركة ممتلية الجبهة في نشاط ثياثي في عاصمتها دخلت العلاقات الإسبانية الجزائرية نفقا مجهولا بعد قرار الأخير بتوسيع حدودها البحرية من جانب واحد لتشمل جزءا من جزيرة كابريرا جنوب مايوركا في البحر الأبيض المتوسط واستنادا لدات المصادر فقد وجهت النائبة فرخين ياماري عن الحزب الشعبية سؤالا للحكومة حول هذا الموضوع حيث تساءلت النائبة الإسبانية عن التدابير المتخدة من قبل الحكومة لحماية المصالح الإسبانية أمام ما اعتبرتها المخاطر المترتبة مباشرة عن التدبير الجزائرية لارتباطه بالتروات البحرية الحية والاستكشافات البترولية التي قد تكون وراء قرار الترثيم وعلقت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أرناتشا جونزاليس لايا على قرار الجزائر بإعلان رفض مدريدة للقرار المعتمد في عام 2018 وذلك نتيجة تدخلي مع المياه البحرية الإسبانية داعية الجزائر للتفاوض بخصوص القرار مشيرة في الآن نفسه أنها أبلغت الجزائر بذلك وأوردت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أرناتشا جونزاليس لايا أنها بسدد السفر في سياق الزيارة الرسمية للجزائر الأسبوع المقبل لبحث القرار مع الجانب الجزائرية مؤكدة أن اتفاقية الأمم المتحدة للبحارة دعت للتفاوض بخصوص هذه الحالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر